لا ينتهي طريق الشقاء بمرضى الفشل الكلوي داخل دروب قطاع غزة على الرغم من آلامهم التي تهدأ وطيرتها مع إجراء جلسة الغسيل ثلاث مرات أسبوعياً ومع انهيار القطاع الصحي وهجوم جيش الاحتلال على مستشفى أبو يوسف النجار شرقية مدينة رفح بجنوب القطاع تحولت مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع إلى توقي نجاتهم الأخير لتوفير جلسة علاج تتم عبر رحلة تحفها المخاطر يضطر إليها المريض وذوه من مخيمات الإيواء برفح لدير البلح عبر طريق الموت أو صلاح الدين سابقاً ويعاني مستشفى شهداء الأقصى من الضغط المتزايد عليه لنحو ألف مريض يأتون إليه من جميع أرجاء القطاع على مدار الإسبوع ما يدبر المستشفى على إجراء مئتي جلسة يومياً دون استكمال عدد ساعات الجلسة الفعلية والاكتفاء بإجراء نصف مدتها والتي تستغرق نحو ساعتين وهكذا لا يفرق الألم بين صغير وكبير في قطاع غزة حيث يوجد بين المرضى ما لا يقل عن خمسين طفلاً تجرعوا مرارة القصف والنزوح فصبروا على آلام المرض وتحملوا مشقة الحصول على العلاج اشتركوا في القناة